السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم طلاب العزاء في المحاضرة الرابعة من الشابتر السادس بعنوان كاونتر في هذه المحاضرة سوف نتطرق للسينكرونوس كاونتر ونتعامل بأربع بيت سينكرونوس بيناري كاونتر الآن سنرى الكاونتر كيف يعد أو يعد ثم بي سيدي كاونتر مدام بنتكلم على بي سيدي كاونتر هنا إذا هنا نقصد إنه يعيد من زيرو لتسعة ثم يرجع لزيرو إذا بنتكلم عن وان سيجمال ثم سنرى البايناري كاونتر with barel load وكيف نستخدم هذا البيناري كاونتر with barrier reload عساس يعمل لي PCD كاونتر آخر جزئية في هذه المحاضة الآن لما نتكلم عن синكرونوس بيناري كاونتر أو سينكرونوس الآن إحنا بنقصد إنه مش ريبل فيش ريبل افكت يعني حنستخدم إحنا فقط كومون كلاق لكن بالريبل بيناري كاونتر أو ريبل كاونتر هو الأسينكرونوس كنا بندخل الكلاق لليس سيجنفيكانت في الفلاب ثم بروسيدين في الفلاب وليس تأخذ الكلاق فرم ده بريفيس ديبند اندى ديزاين ببناء على التصميم لكن هانا حيكون عندي فقط كومون كلاق يعني في نفس اللحظة بالسينكرونوس كاونتر إنه في عندي كومون كلاق حتيجي لكل الفلاب في نفس اللحظة أوكي هاي واحد لما بنتكلم على السينكرونوس بيناري كاونتر سوري سي هو السينكرونوس بيناري كاونتر هو نفس مفهوم السيكوينشل دير بالك سيركل تاعت السينكرونوس سيكوينشل سيركل نفس الكلام بغض النظر بغض النظر كيف السيكوينشل كنا سابقا نشتغل نمط سيكوينشل ولكن كان سينكرونوس أنا هنشتغل بس انه يعد كما فهم كاونتر لا الكاونتر بالسينكرونوس كاونتر زي ما حكيت انه كلها في نفس اللحظة سيكون لدينا شغل العلاقة بالكلاك لأن قلنا في قصة البازاتيب تريجر وفي عندي النجاتيب تريجر إذا بنتكلم عن البازاتيب تريجر إذن كل الفلوب في نفس اللحظة سيكون تريجر تريجر من لما تكون الكلاك من لغ و تروح لغ بالنسبة لبازاتيب إذا إذا تريجر العكس من نفس اللحظة وبغير الستاتوس الآن بالكمبيوتر عادة الكاونتر الموجودين بهذه الأجهزة عادة بكونوا سينكرونوس وليس سينكرونوس طيب عندما نتكلم على بيناري كامتر ك سينكرونوس بيناري كامتر نفترض أن نتكلم على أربع بيتس أطلع على اليس بيتس ويجب زيرو هنا اليس بيتس بيتس كل بيكون عند زيرو وان زيرو وان 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 بيتس بيتس لما نتكلم بيتس وهن والإي لام اي اييوان والإي اي اي ايوان ويجب الآن كيف هذولة بدي يصير الهن كمبليمنتد الآن تطلعني على اليمان والإي كمبليمنتد والإي كمبليمنتد إذا كان قبل هن وكلهين واحد طب هو القبلين فقط A0 يعني قبلها هي واحد إذن الزيرو هذي will be complemented 1 طب اطلع على إحنا باللين هاي خلينا إحنا موجودين باللين ها نفترض باللين اللي هاي أنا عند 0 و 1 الآن ال 1 هل will be complemented بنا نظل للي قبلها اللي قبلها هي قمتها 0 إذن هذه مش complemented remain the same as 1 اطلع إحنا باللين ها تصرنا 1 1 الآن عند هاي الprevious which is the least significant bit is 1 إذن هذا will be complemented جيب لي أي واحدة خلينا نحطها بقلم جيب لي أي واحدة نأخذ الخط هذي مفترض أوكي أنا 0 0 وهي أنا عند A2 الآن ال 1 هذي will be complemented لا لأنه الprevious not 1 بالremaining 1 اطلع على A3 عند ال 1 هاي الآن هذه will be complemented to 0 لازم نطلع على كل اللي قبل إذا كل اللي قبل كان عبارة عن 1 يعني تقول will be complemented بس اللي قبلها فقط هذه هي ال 1 لكن هذه 0 0 إذن هذه will not be complemented will remain the same when will be complemented like this one let's say أنا موجود عند 7 decimal 7 1 1 1 ثم 0 عند النقطة هاي عند هان بتطلع على لقبل all the previous are ones then this one will be complemented from 0 to 1 اطلع علي على ال line هاد نفترض اي ال line هاد أنا هانا نفترض بدي أشوف هذي بدي أقول be complemented ولا لا اطلع على ال previous the whole previous bit least bit is 1 لهذا سبب الزير و هذا بتصير 1 اطلع علي على هاي نفترض احنا بنتكلم على هذي بده تصير 5 bit نفترض هذي نفترض الخامسة bit اللي هانا بده تكون الخامسة bit الآن البت هاي نفترض انه هنه 0 هي موجودة اصلا مش نفترض هي اصلا 0 بتكون الخامسة bit الآن بده يطلع على the least significant bit اللي قبل البت الخامسة اللي موجودة هنا is 1 اذن هذي will be complemented to 1 والباقيات بروح نزيل وهلو موجودة هذا هو مفهوم نمط كيف بده يغير data او will be triggered طب هذا الكلام بنقدر نعمله باستخدام احنا ايش بنقدر نعمله او قبل ما نعمله مدام احنا بنتكلم معنا the previous it should be 1 اذن ممكن يستخدم the next stage fill flop زائد نستخدم بوابة and ليش بوابة and اساسي عد اللي قابلهن اللي فعلا كلهن 1 والله لا اذا هن كلهن 1 اذا will count 1 كيف will count 1 all the fill flops all the and gates are 1 اذا output will be 1 لهذا السبب output 1 وحنشوفها كمان شوي بالملتسم هذا الكلام بنقدر نستخدمه وين بنقدر نستخدمه باستخدام jk fill flop او t fill flop دير بالك او بنستخدمه باستخدام d fill flop نفترض احنا بنتكلم على t fill flop وjk fill flop الان احنا قلنا عارفين بسابقا اذا الانبوت تاعد t او الانبوت تاعد t fill flop هو عبارة عن قيم to zero اذا next state will not be change next state هي نفس present states هنا no change of states اذا كان both jk also are zero هنا اللي بسميها no change states no change present state و next state نفس الشغلة اذا ما فيه toggle وين بصير toggle بصير toggle لما تكون input عبارة بالنسبة t fill flop عبارة عن one و jk عبارة عن one هنا بصير complement وحنشوف الكلام هذا في multi same كمان شوية اوكي الان الموجود عندي هنا عبارة عن up counter نعم up counter موجود عند up counter قبل شوية كنا بنقول هنا عند لدي significant pit وهنا second وهنا third وهذا most هي fourth الآن هذا complemented every clock كل clock بتيجي إذا كان output هذا 0 بصير 1 إذا 1 بصير 0 جيد طيب هاي when it will be complemented will be complemented every 2 clock طب ليش every 2 clock اطلع عليها الآن إذا previous 1 1 إذا previous 1 output هذا بدي 1 طب كيف previous 1 بدي 1 اطلع لها لو قيمة حطينا قيمة 1 ال enable طبعا لازم 1 دير بالك ال enable لازم 1 إذا هذا 1 enable اطلع لها إذا كان 1 إذا كان 1 هاي ال input 1 ال input 1 إذا هذا بدأ 1 1 مدام هذه صار 1 إذا نتقل إذا بدأ 0 هنا بدأ 1 ما هي 0 إحنا بلشنا من 0 0 0 إذن هذه 1 إذن هذه كانت 0 بدأ تصير 1 لأن هي كانت 0 أو خلينا أعساس أوضحها بشكل أفضل خلينا نمسح أوكي هذا طبعا بدأ يكون 1 على طول هي موجود 1 هنا ال initial هذا 1 إذن هذا تقل سري لا لسه خليها الـ output هذا 0 والـ output هذا 0 والـ output هذا 0 والـ output هذا 1 إذا بدأ تصير نمسح طقل طقل initial qt إذا كانت 0 بدأ تصير 1 وإذا كانت 1 بدأ تصير 0 الموجودة عندي عبارة عن إيش عبارة عن 0 إذا بدأ تصير عند القلق الأولى 0 بدأ تصير 1 أوكي بس قبلها قبل ما نوفي قبل ما تصير لما أجت القلق كذي صار إليها طقل لكن هي لما أجت القلق أجت لهاي ولهاي 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 أجل للفورب بيتس للفورب في الفلف اللحظة لكن إحنا بنعرف قبل ما سير الطقل خلينا نرجح على 0 هل نرجح على 0 كoutput أنا بحكي الoutput هاذا قيمتها إيش بدأ تكون هاذا قيمتها لأنه في عند هنا هاي الـ enable عبارة عن 1 وهذا عبارة عن قيمتها 0 إذن هاذا بدأ تكون 0 إذن فيش طقل no change اطلع على هنا هاي هذا القيم 0 هاي 0 بغض النظر إيش بدأ تكون هاي بس 0 وهذي limit 0 إذن هذي 0 إذن هذي كمان 0 تطلع على حسب ها تطلق 0 الآن إيش بدأ يصير في هاي وبدأ يصير في هاي وبدأ يصير في هاي في نفس اللحظة لأنه هذي 0 در بالك الآن هذولا بسبب الـ input لـ jk r 0 إذن no change بظل هن 0 هذي عند الـ الأولى لكن الوحيد اللي بيصير لها change هذي بدأ تصير 1 عند الـ clock الأولى عند الـ clock التاني بس قبل منعطي الـ clock التاني تطلع لهذه 1 إذن هنا بنا نمسح هذه ونحط ها وننمسح هذه وننحط هذه 1 إذن هذه 1 القيم اللي هنا 1 إذن 1 أوكي الآن بس بدأ أمسح هاي هذه صارت 1 لكن هذول أظل نزير دربالك الحين لما تيجي الـ clock التاني ما حكينا الإنبوت طبعا هذا أول في flip lap عبارة 1 إذن سيصير تقل هذا حتصير 0 مثلا 1 بتصير 0 هذه الـ input jk عبارة 1 إذن سيصير تقل what is here will be complemented هذا 1 وهذا 0 روح للـ clock التالتي هذي تقل بتصير 1 أوكي طيب أو قبل قبل ما تصير 1 تطلع لي على الـ clock الموجود القيمة الموجودة عندي الحين هل هذه تغيرت قبل ما تصير 0 هل هذه تغيرت لأننا احنا بنتكلم القيمة هنا موجودة 0 نعم موجودة 0 لكن لما أجت الإقلاق كان هذا عبارة عن أوكي هاي 0 إذن هذا القيم 0 سري هذا القيم 0 دائما هذا القيم 0 لما تيجي الـ clock الثالث no change يعني هذا 1 تضغل 1 ما بدأ تصير 0 هذا فقط 0 1 1 إذن 1 1 وروح للي بعدها الحين الموجودة أنا عندي هاي الأطبط هاي خلينا أمسح الأطبط هاي عبارة عن 1 والأطبط هاي عبارة عن وهذي كمان 1 الأطبط هاي عبارة أوكي هاي هاي هذه 1 إذن القيمة هاي 1 والقيمة هاي عبارة عن 1 إذن هاي 1 أوكي الآن لما تيجي الـ clock الرابع هاي عبارة عن 1 إذن بدأ يصير toggle إذا 0 بصير 1 وإذا 1 بصير 0 هي 1 بدي تصير 0 طلع على هاي عبارة عن 1 إذن بدأ تصير toggle إذا 0 بدأ تصير 1 ولكن 1 بدأ تصير 0 ولكن الموجود عبارة عن 1 إذن بدأ تصير 0 إذن صار 0 0 تطلع على هاي عبارة عن 1 ك-input إذن بدأ تصير toggle هنا لكن القيم على أطبط flip-flop نفس عبارة عن 0 إذن 0 بدأ تصير 1 وهذا طبعا قلنا بدأ تصير 0 وهذا قلنا بدأ تصير 0 هذا هو Up Counter Up Counter لكن كيف نعمل Down Counter بدأ نعكس الأمر ناخد من Compliment مثلا لو أخدتم من Compliment بزيد يصير Down لكن أنا بتقدر تصمم لحالك لكن بدأ نعمل ده يا راكمان إن تعمل Up و Down في نفس اللحظة ونستخدم Asserting Input مثلا عشان لما يكون 0 يعمل Up أو العكس صحية أوكي بس قبل ما نروح لهذه خلينا نشوف ملتسم النفس اللي قبل شوية كان اللي قبل شوية الملتسم الأمامي أنا أنا مستخدم JK في الفلاب لو أنت ملاحظ الموجود هيا عندي القلق هيا عندي القلق بس تضير بالك القلق هذي negative edge يعني حيصير التريجر للفلاب وقتهيش من high to low اطلعلي على القلق اللي أنا هتطهن هي عبارة عن Synchronous لأنه كل في نفس اللحظة جايات مغذيات الأرب عنك Phillip flop هاي أول وحدة بالنسبة لمن ل القلق اطلعلي للكلير برضو موجود عند كلير ولكن الكلير هي عبارة عن compliment عشان عمل disable للكلير إذن I have to connect the clear مع مع digit 1 يعني مع high وجوه بصير low إذن بصير disable للكلير ما بيش طغل للكلير أوكي الحين إحنا قبل شوية يقول إيش إن اللي significant bit لما الكلاك بتيجي من ال high to low لأن نحن من التكلم negative edge حيصير trigger لأن اللي significant bit كل clock لكن اللي بعد لأ اللي بعد بدي إذا اللي قبل 1 هنا بصير complement لكن نطلع نفترض على هاي هذا بدي يصير complement وقت إذا كل اللي قبل 1 إذا هذا 1 وهذا 1 هنا حيصير بصير trigger بصير إذا كان 0 بصير 1 إذا كان 1 بصير 0 المهم هنا تطلع على هاي هذا عشان يصير complement تقيله القيمة وغير الحال اللي هو فيها ال previews لازم يكون كل 1 طيب ماشي خلينا ناخذ هذا خلصنا منه انه every clock will be triggered طب هذا كيف بدو يعمل trigger every clock قلنا إيش بدو يطلع بدو يطلع على الحال القبل عشان هيك استخدم AND وتطلع على الحال اللي قبل هاي ومشبوك مع الحال اللي قبل ها زاد بنسيب 1 اي سيبين 1 اذا output تحاض عبارة عن 1 لازم العنجيت يطلع 1 مدام 1 اذا هاي JK 1 اذا دي سير له complemented اوكي نيجي للي بعد لهاي لازم كل اللي قبل 1 احنا قلنا هذه output 1 ال output هذا تع 1 اذا كانت هذه 1 صح طبعا انا بدي هذه 1 وهذه 1 لهذا السبب ماخذ output هذا وندخله على and عشان يضمن انه هذه 1 وال input الثاني تعال and get ماخذ من output هاي يعني هذه 1 واصلا هذه 1 اذا كان طبعا هذا 1 عشان يطلع لهاي اذا both are 1 اذا both are 1 ال input تاع الفلف لب الثالث هيبقى 1 حيصير عندي trigger ونفس الكلام بالنسبة ل الفلف لب الرابع الموجود هنا الفلف لب الرابع الموجود هنا كل اللي قبل لازم 1 هذه دا كانت 1 يعني بفهم انه هذول هن بفهم انه كل هذول او اللي قبل التين هذول عبارة عن 1 زائد انا بدي التين هذول 1 وبدي كمان هذا تكون 1 اساس هيك ماخذ output على as 1 يكون واحد من ال input وال input التاني ما اخذ من من ال output هاي اذا هذا 1 وهي 1 وهذا 1 اذا هذا 1 اذا both are 1 jk are 1 اذا بصير complement هك بتشتغل الدار الموجود عندي ك up counter خلينا نشغل الدار ونشوف كيف بدها تشتغل هنبدأ تشتغل up counter بدي ربالكم اوكي بده يضل يعد احنا بده تكلم عرب عبتس اذا بده يعد من 0000 وهو decimal 0 لما يصل ل decimal 15 انه 11 11 11 ثم يرجع يصفر 15 هيرجع صفر وبلش عد 1 و و3 بها الطريقة هو هذا بنسمي up counter طيب الروح لها شغلة ثانية نصمم بديش بس up counter دير بالك انا بدي اشتغل الدار الموجود امام تشتغل up counter وتشتغل down counter زي ما انا بدي الان خلينا نشتغل up counter نفترض خلينا اوكي الدار الموجود انا مستخدم انا الموجود تشتغل لتريجر لهذا الشغل اللي قبل يكون وان هذا الشرحنا قبل شوية ولكن خلينا نطلع عنه هذه الدائرة أن تشتغلي اذا انا بديها او تشتغلي دون كاونت بعبارة باستخدام ان انبوت اوكي خلينا نبلش كإنشال استيت هذه زيرو وهذه زيرو طبعا وهذه زيرو وبرضو هذه زيرو هتكون هذا الإنشال استيت تعطي انا بتشتغل أب كامت في الاول مدام أب كامت اذا هذا وان بدي حطه وهذا بدي كون زيرو او ممكن اشبكن مع بعض رباك لان انا حاطة تكملمنت هنا انا حاطة تكملمنت هنا يعني ممكن تحط انت جيتس بحيث انه واحد الاب وان والتاني زيرو مع كوملمنت بسير زيرو اي حال يعني هذا وان بدي كون هذا زيرو عساسي يشتغل الاب كامت طيب اطلع لعلى هذي وهذه وان هاي الانبوت هذا وان اطلع لعلى الاوتبوت تاح هذا الاوتبوت تاح هذا عبارة عن زيرو حتى لو كانت لو كانت حتى هذه زيرو كمان دربالك لو كانت هذه زيرو حيظل الاوتبوت زيرو انا انفيرت انبوت لو كانت هذه زيرو لسا الاوتبوت هذا بدي كون زيرو يعني هذا المهم في الاخر زيرو ولكن الانبوت هنا الاوتبوت تاح الاورغيت عبارة عن وان يعني هذا بدي سير له طاقل صح؟ اوكي خلينا نوفي احنا لهذه اللحظة دربالك اطلع لعلى القيمة هذه هاي القيمة هذه عبارة عن زيرو يعني هذي زيرو هذي زيرو القيمة هذه زيرو يعني هذا كله ملغي يعني ما حياخد ديتا من هان ما حياخد ديتا من هان لانه هذا زيرو اذا بدي اخد ديتا بدي اخده من الخط اللي هان اللي تحت يعني هذا ملغي هيكون ملوش سوري انا بحكي على الاند الملغي يعني هذا ملغي ملوش شغل المخرج داعو مش هيأثر بالاورغيت اذا فيه تأثير بالاورغيت هيكون من اللي تحتاني اوكي نوفي لكن احنا قلنا بالموجود هانا هذا زيرو اذا هانا زيرو اذا القيمة هذه هتظلها ايش عبارة عن زيرو هذا القيمة زيرو برضه في نفس اللحظة هذا القيمة زيرو لكن القيمة هان هنا زيرو هذا وان اي هذي لان هذي احنا قلنا زيرو اذا هذي وان اذا هنوان اوكي نبلش نعطي الكلق الاولى لما نتيجي الكلق الاولى طبعا هذا ينطبق الباقي كله دربالك هذا زيرو اذا هذا زيرو اذا هذا زيرو في الانيشا الستيت في اول قبل ما اعطيه الكلق اعطي الكلق هذا الكلاك بدأت تعطيها ايش بدأ يصير في هاي الزيرو بدأت تصير 1 الزيرو بدأت تصير 1 لكن هذا حيضله 0 دربالك مش حيتغير هاي 0 بالكلاك الأولى هذي طبعا وهذا عبارة عن 1 بدأت تصير 0 لأن هاي 1 بدأت تصير 0 هذا بالكلاك الأولى خلينا نغير القيم نحن بدأ أعطي لك لك الثاني هذه بدأ تصير 1 بسبب القيم اللي تغيرت ثانا وهذه بدأ تصير 0 بسبب القيم اللي تغيرت ثانا إذن هذا مش شغال هذا مش شغال بسير مش هيخذ قيم منها هنا والقيم اللي هيخذهن هيخذهن من مين من هاي لأنها هيعدي 1 كإنبوت 1 هنا وهذه 1 إذن هذا ضلت 0 إذن هذه تغيرت صارت 1 الآن لما نعطي لك لك لما نعطي لك لك بدأ أعطي لك لك الثاني هذا هو اللحي يظلن زيبهن در بالك أعطي لك لك الثاني لأنه هنا 1 إنبوت وهنا 1 إذن هذا بدأ تصير تقل 1 بدأ تصير 0 وال1 1 بدأ تصير 0 وال0 هنا بدأ تصير 1 وفي إذن بصير أب كاونت طيب لو كيف بدأ يشتغل نمط أب كاونت أنا بديش أوفيها كلها بتقدر توفيها لحالك الآن كيف بدأ يشتغل أب كاونت وهذه 0 وهذه 0 وهذه 0 الآن أب بدي يكون 0 لأنه أنا بديش تقل داون كاونت وهذا 1 أوكي الآن هذه 0 هيا 0 هنا لكن القيمة هذه لأنه أنا 0 وإنفيرت 0 هو عبارة عن 1 وهذه 1 عبارة عن أي 1 إذن هذا بدأ يطلع 1 أوكي نوفي الزيرو إذن هذه 0 وهذه 1 أي هذه 1 لأنه 0 أي 0 هذه 1 both are 1 إذن هذه القيمة 1 لكن هذه القيمة 0 إذن هذا مش هيشتغل فأول واحدة تمام أوكي خلينا نوفي هذا برضو مش هيشتغل لأنه القيمة هذه هتطلع 0 لأنه عندي 0 و0 حيطلع القيمة 0 إذن هذه مش هيشتغل مش هيخذها منها ونوفي القيمة سوري أنا قلت أنا 0 لا هاي مش 0 ليش أنا حططها 0 هذه عبارة عن قيمتها 1 1 1 بيطلع قيمة 1 الآن هيها 1 وهذه 0 هذه 1 إذن هذه 1 إذن أوكي نوفي القيمة هذه 1 وهذه 0 إذن هذه 1 هاي 1 إذن هذه 1 هذه طبعا هتضلها 0 وهذه 0 الآن الارجت هاي بده يأخذ الones تاعته من مين من ال 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 ان جيت التحت نية يعني هذه بدأ تكون 1 وهذه بدأ تكون 1 وهذه بدأ تكون 1 بناء على المواطن الموجودين دي أعطي لك أول أكثر بدك تعطي له إياها الآن بده يصير complemented لكلهم مع بعض بسبب أنه الانبوت عبارة عن 1 إذن هذه بدأ تصير 1 وهذه بدأ تصير 1 وهذه بدأ تصير 1 وهذه بدأ تصير 1 بس خلينا نمسح هذي أساس ما نلخبطش أوكي هيش بدنا نمسح كمان آه هذي بدأت تنمسح خلينا مسحهم كلهم في الأول أساس ما نصيرش عندي لخبط الخط التحتاني هيضل 1 آه الخط التحتاني هيضل 1 نمسح هذوله بس أوكي ماشي أوكي خلينا نيجي هذي هيا 1 إذن هذي 1 هيا 1 لكن هذي 0 لأن هذي 1 إذن هذي 0 إذن هذي 0 هيا 1 إذن هذي 0 آه إذن هذا كله بدأ تتغير القيام هذه بدأ تتغير سري وأنه 0 إذن هذي بدأت تكون 0 ومماشي هذا الانبوت 0 أي 0 أنا 1 إذن هذا بدأت تكون 0 إذن هذي 0 هذه 0 هذه 0 إذن أي 1 إذن هذي 0 إذن هذي 0 يعني هذا مش هيشتغل أوكي نشوف القط هذا إذن هذي 1 إذن هذي 1 1 0 إذن 1 1 1 ماشي تمام القيمة القيمة هذه ما أخرج تحاري أنا 0 ولكن هنا 1 إذن هذي بتظلها 1 على طول دربا لك ما بتتغير تطلع لها على هذه يصار فيها هذه 1 وهذه 0 إذن هذه 0 وهذه 0 كمان إذن هنا بتصير 0 هذه تطلع عليها كمان نفس الشغل هذه 0 تطلع على هذه هذه 0 من تحت both are 0 إذن الانبوت 0 مدام التي في الفلاب هذولا are 0 إذن no change الستاتوس الـ output تحت الـ no change مين اللي بدو يتغير الـ state هذه فقط لأنها 1 إذن هذه بدأ تصير complement الـ 1 لما تيجي القلق الثالث هذه 1 بتصير 0 وهذولا بيضل هنزي مهن وروح للقلق الثالث وراع بعد سيطر بهذه الطريقة أي حال وفي فكرته بنفسك لأنه ما بننضي وقت نهي نفس الشغلة عوض القيام بتاعتك خلينا نيجي نشوفه بنمط ملتسم الملتسم هاي الموجودة عندي هنا هاي الملتسم نفس اللي قبل شوية عندي جي كي في الفلاب واللي قبل كنا عاملينه بجي كي أوكي بنقدر نعمل بتي دربالك بتقدر انت تعمل بتي لحالك وهذا عاملو أنا بتي في الفلاب وبتقدر تعملوا بجي كي في الفلاب برضو نفس الفكرة لأنه المهم يصير كومبليمنتد بوث الثاني في عندي بريسيت وست هاي هن عندي ست وهنا بريسيت عشان اعمل مش كومبليمنتد دربالك أنا شبكين بزيرو لو ما شبكتين بزيرو تلقى هين هو باخد الزيرو لكن إذا كان كومبليمنتد بوث هاي أول جزئية الجزئية التانية احنا قلنا مدخلين الانبوت مدخلين الى تي بحيث انه دائما يصير الى كومبليمنتد بغض النظر احنا بنتكلم ابحط واحد حياخذ الورجيت حياخذ الواحد من الاب اللي هان اذا كنا بنتكلم على دام كونتر هذا بده يصير زيرو هذا بده يصير وان يعني اذا الالتبوت هذا بده يصير وان اذا هذا بده ضل وان يعني دائما هذا كومبليمنتد لكن التانيات ما بصير الان كومبليمنتد بصير كومبليمنت او تشينج الستاتوس اذا القبل كان وان زي ما حكينا سابقا خلينا نشوف الكلوك ك أب كونتر نشوف اوكي انا هين شغال أب كونتر دربالك الحين هيبلش اعد من 0 لما يصلى 15 وبعدين يرجع يسفر اه هاخد stream كامل مباشرة بعدين اعطي كلاك كلاك عشان اورجيك انه البزر تشتع هاي عشرة الحين بروح 11 اتسترة 12 13 الهين 14 ويخلص لما يصل 15 الهين يرجع سفر هاي سفر يرجع الهين يعد 1 2 كذا خلينا بس نمسح اللي موجود عندي هنا اعمل disable انا بدي الحين اعمل down counter اذا هذا 0 و هذا 1 اوكي خلي يعد 0 والحين سير 15 الحين 14 هذه 0 الآن 13 وهنو ما جرى down counting لانه احنا عطينا 0 1 1 لما انا صلى 0 بعدين برو على 15 8 اوكي هاي سبعة هاي 6 هاي 5 4 3 2 1 الحين بسفر بعدين بسير 15 down counter اوكي خلينا بس بدي ارجع ال up count اساس او ارجيك نمط ال h الموجودة تبقى واضح لك وتشوف h تاعتي اوكي انا هنا 1 وبد من 1 ل 0 مش حيصير طغير بس بدي اعمل clear دربالك بديش ابلش اوكي اوكي هاي صار clear هاي نعمل disable clear هو ال preset هاي الحين من 1 ل 0 وإحنا قلنا هاض عبارة positive h مدام positive h اذا من 1 0 مش حيغير up counter 1 0 هاي من 1 0 ما غير من high ما غير الحين لما نعطيه من low to high من 0 to 1 حيغير هاي يغير الحين من high طول مش حيغير لان لسا انا decimal 1 الحين من low to high هاي 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 حيصير 1 اوكي هاي لما جرب هذي الطريقة اي حال وفي لحالك كمان زي ما بدك هذا هو ال up and down counter زي ما حكينا الروح ل ال bcd counter لما متكلم بها bcd counter قلنا هو عبارة عن 4 bits 4 bits يعد من 0 و يخين 9 وبعدين يسفر هاي ال 4 بتستعوني بلش من 0 ل 1 ل 9 وبعدين رجع لل 0 ولكن أنا هانا عمل حاطط enable حاطط with inputs input x لما يكون 0 0 يظل في نفس state لكن لما يكون x1 يروح لل next state وهو decimal 1 الحين نفس الشغلة عند هاي اذا كان 0 يظل بنفس state ولم جرى بنفس المفهوم يعني في عندي bcd counter with input بس درباء لك أنا حاطط with input أن counting as long remaining in the same state إذا input x عبارة عن 0 هذا هو bcd counter with input طيب نشوف الشغلة الثانية bcd counter with output في عندي input وفي عندي output الآن طلع ال enable هو input أنا مسمي enable أو x whatever he wants ال output هو y الآن في عندي ال input الموجود إذا كان 0 يظل بنفس state إذا وان يروح ل next state أظل حكي قبل شوية والout output بكون 0 عند هذه state ال output عند out هذه 0 كل هين 0 أنا حاطط هين اللي عند مين اللي عند هاي إذا كان أنا عند state 9 1 0 0 1 ال input 0 يظل بنفس state والout بكون 1 لكن إذا أنا في نفس state والinput 1 والinput 1 والinput 1 يروح للن next state در بالك لكن output 1 وبيجي للن next state هي 0 0 0 هذا هو نفس اللي قبل ولكن اللي قبل شوية كان with input هذا كان with input and an output هذا هو BCD counter 4 bits من 00 لما نصل 1 00 00 وباقي الحين بعد 9 هي 10 10 إذن كل row تعود يكون don't care xxx بعدها لما نصل لهم ل 15 كل don't care بتقدر تعبيه تفرقه لحالك الآن من 00 بد يروح لل 1 من 1 دي سما بد يروح لل 2 المهم لما نصل لل 9 بد يرجع لل 0 قبل شوية قلت إنه كلهم 0 كان output الوحيد والoutput تعه كان 1 هو عند 9 دي سما 9 لما نروح لل 00 الoutput كان تعه عبارة عن 1 كيف نطلع قيم الفلف لاب إن بوت استخدم كرنب ماب استخدم كرنب ماب كيف بدك تستخدم كرنب ماب خذ الأولى ودخلها على كرنب ماب وطلحها خذ التاني لكن إذا كان عندك خبرة مثلا اطلع على الأولى الأولى هذا 1 وهي 1 كانت عند مين أوكي ارسم خط عقبال عساس ما ندوش في القيم عند هاي وهذا عند هاي يعني كانت كانت عند إحنا بنتكلم على T Q 8 عبارة عن Q1 Q2 Q4 زاد Q1 زاد Q8 هل في بين إنكم ونفي الشيء إذن لهذا السبب هاي هين 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 لو أخذت هاي T Q1 هو القيم كلها واحد هيا واحد لو أخذت هاي برضو بتقدر تعمل لحالك أي حال عمل لحالك نمط اللي تعلمنا ك ك لحالك بالنسبة ل ال Inputs تاعة الفلف لحالك لكن بدك تطلع ال Next State كمان بدك تطلع T Q8 T Plus One وهي Q1 Q1 Q2 T Plus 1 Q4 Plus 1 Etc إذن دخل لهذا على Care Nib Map أوقع طبق في المعادلة تادي بس الصح الأصح ندخل على Care Nib Map وما تنسى X كمان دير بالك Don't Care الموجودات من 10 ل 15 وبتأخذ قيمة QT Plus 1 أوك هذا table تعال نروح نشوف Binary Counter with Barrel Load Binary Counter with Barrel Load الموجود عندي هو هذا عبارة عن block diagram وهي output 4 bits up output 4 bits هذا 4 وعندي input عبارة على 4 bits input وفي عندي clock موجود وفي عندي Clear Clear لكي أعمل Disable إذن أنا أحط 1 ويصير 0 إذا حطيت 0 ويصير 1 إذن تعمل Enable لكي أعمل لكي أعمل المهم من Clear بدأك تعمله Disable إذن بدأك تحط له قيمة 1 هنا وهنا clock داعتي الآن في عندي الشغلة الثانية اسمها LD Account إذا كان LD إذا كان LD 1 بغض النظر عن قيمة count كان 0 1 دائما هعمل loading للإنبو تطلع ليا على Out 1 هذي أي واحد في الأخيرة هيا إذا LD كان 1 والcount بغض النظر أيش قيمة كان 0 1 حيأخذ priority إنه يعمل LD الانبو تطلع ليا على 1 إذا بدأك تعمل counting بدأك تعمل counting لازم اللود يكون 0 وهذا عبارة عن 1 هنا بصير counting QT present state الموجود معي إذا كنت على state 3 زائد 1 بصير 4 4 زائد 1 بصير 5 6 counting كمان شوية حنشوف counting ممكن نكون up أو down حنشوف كمان شوية طب لو كان both R 0 كان both sorry كان both R 0 الload 0 الcount 0 هنا لا change state الموجود هنا قد ما تيجي لك حظ لها هذا هو binary counter with barrel load قبل ما نروح لشغل الثاني بس خلينا وارجيك ال синcronose هو هذا binary counter with barrel load هذا القيم الموجود logic diagram من جو block diagram قبل شوية هنا مستخدم هنا مستخدم jk فالفلا احنا قلنا خلينا نقول انا بدي اعمل load بدي اعمل load اذا هذا 1 وبغض النظر count 0 1 بس خلي 0 نفترض 0 1 حيوخذ load 1 هذا load 1 complete 1 اذا هذا 1 1 1 وفّل بالدكية هذا 1 الآن نطلع على القيمة الموجودة على الخط الموجود هنا هذا 1 إذن هذه القيمة 0 إذن هذه القيمة 0 إذا كان 1 أو 0 أزلون هذا 0 إذن هذا الخط 0 إذن القيمة تحت الكيكي هيخذها من مين؟ هيخذها من هذه وحيخذها من الموجودة عندها نفترض أن القيمة كانت عندي 1 1 0 0 نفترض الكلير طبعا بدك تحط هنا بدك تحط 0 وهانك كلير أو بدك تحط 1 هنا عساس جوة تصير 0 أوكي نوفي الآن 1 1 و 1 إذن هذا الانبوت 1 أول واحدة هذا القيمة 0 إذن هذا ضل 1 أوكي نشوف الثاني هنا 1 أوكي هاي 1 وهذه 0 لأنه complement إذن 1 و 0 إذن هذه 0 0 0 إذن هذه 0 جي كي اس آر ست إذن هذا 1 أوكي لأنه هاي 1 هنا طلعت 6 أوكي نشوف اللي بعدها هذا القيمة 1 إذن هذه 1 لأنه بدي أخذ اللي قبلها تدربا لك هذه 1 هاي أوكي القيمة هاي القيمة هاي القيمة هاي قلنا وينك القيمة هاي 0 أحضل هاي 0 إذن هذه كل هاي 0 وهذه 0 وهذه 0 وهذه 0 لكن القيمة هاي أنا 1 وهذه 1 وهذه 0 وهذه 0 إذن هذي 0 إذن مش هيوخذ من هذة هذة هتكون 0 القيمة هاي 1 والإنبوت 1 إذن هاي 1 إذن هاي 1 إذن هاي قيمتها 1 برضو جي كي 1 0 إذن هو هاي 1 نوفلها لبعدها بس أعمل هاي فقط وبتعمل الباقي لحالك أوكي هاي 1 نيجي القيمة هاي 0 إذن هانا أوكي هاي مش بوك معها دربا لك للآخر أوكي وهذه نفس الشغل مش بوك معها للآخر أوكي هنا 0 إذن أوكي هنا 1 إحنا قلنا هنا 0 بدأت تصير 1 لأنه 0 بدأت تصير 1 إذن هذي 1 أوكي نيجي لهاي هذي عبارة عن 1 الخط هاي الخط هذا عبارة عن إيش قيمته عبارة عن 1 إذن هذي 1 كمان نيجي للخط هذا عبارة عن 0 هذا الخط 0 إذن هذي القيمة 0 وهذا القيمة 0 أوكي نوفي الآن هذي 1 وهذه 0 إذن القيمة هذي 0 لأنه هاي 1 وهي 0 إذن هذي 0 0 هتكون هنا 0 وهذي 0 1 هتكون 1 الآن jk01 هو reset sr يعني kr reset reset يعني make it 0 هاي هذي 0 وتستطر هذي لما بدك تعمل load لو بدك تعمل counting بدك تعمل counting هنا بدك تغير وتحط هذي عبارة عن 1 وهذي عبارة عن 0 تعمل نفس الطريقة اللي احنا عملناها هتلاقي انه بعمل counting بس هذا counting counter up counter در بالك هاي حال بناشن نضيع المحاضرة في حاطة الأرقام بتقدر تحاول لحالك هتلاقي الإجابة مزبوطة أوكي بس قبل ما اجي ال الPCD counter with barrel load بدك تشوف البيناري counter with barrel load كملتسم اي ملتسم هو عبارة عن بس بدي اعمل clear في الأول اوكي انا عملت clear الحمي لسه بنا نبدأ هذي عبارة عن البيناري counter with barrel load ايش الموجود عندي عندي هاي الoutput موجود عندي وهذا هوا الموجودات عندي هذول inputs الموجودين عندي الان وفي عندي load وفي عندي clear الload اذا تبحت له complemented يعني حساس يعمل enable للload لازم تحطه zero وجوه بصير one بعمل load بشتغل الclear طبعا لازم تعمله disable اذا لازم تحطه zero عشان يصير disable اوكي ايش في شغل تاني في عندي الup والdown اذا انت بدك تعمل load في الاول بدك تعمله load لاي قيمة على ال input هذي لازم يعمل ال enable اذا بدك تحطه زيره جوه بصير one ايش ال input الموجود على ال input بطلع على ال output هذا اللي بنسميه load بغض النظر عن القيمة الا up and down ايش قيمتها ال priority لل load هيكون بطلع على ال output لكن لو انا بديش اعمل loading لل input على ال output بدي اشتغل up counter او down counter اذا ال load بدي اعمله disable ومدام complement هنا اذا بحط one وبصير جوه zero يعني صار disable الحين انا بدي اشتغل نفترض الموجود عندي انا انا بشتغل down counter لماذا down counter لانه ال input ال down شابكو مع clock والup شابكو مع one اوكي خلينا نشوف اوه بنا نعمل نجيم الكليب اوكي down counter شغال down اوه هاي بعد 14 16 13 و لما نخلص ال zero down counter لان هي تمانية بس بنا نوفي يخلص للسفر وبعدين يرجع 15 وبعدين نروح نشوف up counter هاي عندي 6 هاي decimal 5 etc هاي 3 الحين حيحول 2 1 etc هو هذا down كونتر وحين حيسفر وبعدين حيصير 15 هذا هو down كونتر اوكي خلينا نوقف وانا الحين بديش اشتغل down كونتر بس خلينا عمله clear في الاول اوكي عملنا clear در بالك نوقف الان انا بدي اعمل up counter بديش down كونتر بدي up counter اذا مدام بدي up counter الup بديش بكو مع الكلاك اوكي الup مع الكلاك اوكي اوكي اه clear لست نعمل نعمل enable disable clear هيبعد up counter الحين بلش من صفر قبل شوية لواحد احلى اثنين لما نيصر 15 وبعدين برجاء صفر هو هذا up counter الموجود عندي اي حال هيوفي عد لما نيصر ال 15 نقف عندك ايه ونوفي محاضرة اوكي هذا هو البيناري counter with barrel الوود نفس اللي قبل شوية اللي شوفناه في المنتصر طيب الحين انا بدي استخدم البيناري كاونتر هو هذا نفسه اللي في المنتصر في عندي كاونت بغض النظر up ولا down انك عندي two bottoms حاطة انه واحد ممكن تعد up أو تعد كاونت وفي عندي clear وفي عندي وفي عندي وعندي load وعندي الان انا بدي اشتغل البيناري كاونتر هذا اني استخدمه اساسي يشتغل بي سي دي كاونتر يعني يعدلي لتسعة مدام يعدلي لتسعة اذا من زير 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 زيرو يصل ل one zero zero one وبعدين يروح يسفر اذا بهذه الطريقة انا ايش بستخدم بستخدم مدام and gate بالنسبة لمن لللود يعني بمعنى اخر الانبوت ستاعي الانبوت ستاعي بحطوهن كل هن common zeros كل هن common zeros والكاونتر بدي يكون one لانه مش complement الكلير بدي يكون zero ليش حطوا one لو بدي يكون سرع غلط اذا كان هنا complement اذا كان complement اذا كان complement اذا كان complement بتحطوا one عشان يصير disable clear الان الان بدي يصير count counting دير بالك الحين لما يصل one لما يصل one لما يصل قيمة one one وقت يصل فقط اذا لوصل لأول decimal هو 9 الانبوت بدي يكون one الانبوت الانبوت مدام الانبوت مدام الانبوت 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 الموجود عندي هو zero اذا بعد ستكون zero اذا بعد decimal 9 سيقوم الانبوت زير واحد اثنين ثلاثة اثنين هذا اول طريقة باستخدام اللوت طيب في طريقة تانية باستخدام الكلير مدام انا بدي استخدام الكلير انا بقول بناء على الموجود عندي دير بالك انا بدي استخدام الكلير اذا ايش بدي استخدام عندي انا one 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 اذا zero اذا هذا كملمت بس هو هلطان فيها هذه كملمت عشان يصير انابل الكلير اللوت ما بدي اشتغل فيه بدي اخلي والكاونت هو عبارة عن one الان باستخدم ناند جيت على الموجودة عندها امامها انه لما نيصل لانه بدي اصل zero بدي اصل one ثري بقى مظبوط zero one انه الساكند كولوم والثيرت والفورث كولوم عبارة عن ones وهو طيمة العشرة مدام one ونتكلم على ناند جيتس نتكلم على ناند جيتس اذا هذا هتكون zero هنا بصير كومبليمنت كومبليمنت جوه يعني one يعني صار clear يعني عند العشرة بصير clear لهذا السبب هذا بصير عد عساس انه بي سي دي كاونتر بيستخدام ايش بيناري كاونتر ويبارير اللوت بتاركتين ياما بتستخدموا باستخدام الكلير ياما بتستخدموا باستخدام اللوت اوكي خلينا نمسحو ونشوف كيف شكلوا بالملتسم اي بالملتسم بس خلينا اوكي بس خلينا اعمل clear one عساس بدي ابلش من السفر اوكي اي بدو اعد upcount بعدك upcount دربالك اوكي اوكي وصل 9 صفر واحد واتسترة اوكي اوكي هان القيم ال اوكي 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 خلينا نوقف هذا بس الله صدنا منه بس نوخذ التاني النمط نوخذ التاني بالنمط clear بالنمط هين انا شابك شابك المخرج دع العشرة عوين and gate clear هايوا جايبوا على clear دربالك هايوا جايبوا على clear وانا بعد up هايوا شابك الوقلاك مع up with down مع one هايوا القيمة لو غير زي ما بدك انا حاطت صفر لو حطيتها اللي بدك ايا مش هيعمل loading لانه انا عامل disable loading one اذا جوا zero اذا بكون disable loading اللي حيشتغل فقط عندي عشان يشتغل بي سي دي كونتر اللي عندي clear لما يصل عشرة بصير clear اوكي خلينا نعمل run لان موجود هاي واحد هيعد المهم لا تسعة وبعدين هيسفر هي تمانين هي تسعة هيصفر ولو مجرد وهذا الكلام تقدروا مش بس انو يعد بي سي دي ممكن تعدله لموديول سيفن موديول ستة موديول ستة whatever you want باستخدام الكلير او اللوت حسب التصميم اللي انت بدك هذا هو البي سي دي كاونتر البي سي دي كاونتر باستخدام البي ناري كاونتر ويد بارر اللوت وبهذه الطريقة بقدر نقول نخلصنا المحاضرة الرابعة ونراكم على خير ان شاء الله في المحاضرة الخامسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته